السلام عليكم. معكم طلال نقار. بتابع معكم بكورس السوائل. وصلنا للمحاضرة الرقم 4. بداية انا بذكركم بانه نحن ليش نعطي السوائل بالاصل ليش نعطي فلوز للمرضى لحتى نحسن الكارديك اوتبوت عند المرضى اللي عنده نقص بتروية الاعضاء. في احد الزملاء سألني انه شو هي علامات نقص التروية. اظننا حكيناها كتير بمحاضرة المايكرو سيركوليشن والمايكرو سيركوليشن. المايكرو سيركوليشن هي معناها تروية الاعضاء. فلما بيسيب هي تأذي بعمل الاعضاء مع تروية لها. هاي الاعضاء مانا سليمين. فالكلية لما بيكون فيها معمي صددا بشكل جيد. بنقص النتاج البولي. الوعي بيضطرب. الاكتيات الترتفع. وهلما جرى بقية الاعضاء كلها بيضطرب عملها. بس هي ربما اسرع طريقة له حتى قيم تروية الاعضاء. خليني اذكر ان ذكركم بانه نحن بنعطي السوائل بالحيز داخل الوعائي. نحن في عنا رشح مستمر للسوائل من الحيز الزاخل الوعائي للحيز الخلالي وبعدين للحيز الخلوي. اصلا هيك التغذية بتصير فنحن عم نحاول نشتغل على الحيز الزاخل الوعائي. بس نحن هذا الحيز ما هو حيز مغلق دائما فيه رشح مستمر. وهذا هو البعائد الامور. وبيخليني انا دوما افكر اني انا السوائل اللي عم اعطيها هتحسن من تروية الاعضاء. ولا هتساوي وذمات. وهتراكم السوائل بالنسيج الخلالي وبالتالي بتعمل اثار جانبية سيئة. معنا انا في عندي مبدئيا في عندي حيز داخل الوعائي. في عندي حيز خلالي بين الخلايا. في عندي حيز داخل الخلايا. حيني اذكركم مبادئ بسيطة لحركة السوائل. انا لفرضا عندي هاي كاسة موي مثلا. وفي عندي معلقة ملح. هاي المعلقة حطيتها هون. المعلقة مع الوقت هذي كانت متجمعة بهذه المنطقة حتتنتشر بصيفي ديفيوجن تتوزع بكامل الكأس بتركيز واحد. نفس الشي الموي حيهجم لداخل كتلة الملح هذي وحيتوزع بشكل مدساوي. فحركة الملح بالسائل بيسموها ديفيوجن. وحركة السائل داخل الملح بيسموها أوزموزز. خليني اشرحها بشكل أبسط. انا لو في عندي حاجز نصف نفوذ. وفي عندي سائل بالطرفين. في عندي ماء بالطرفين. بهذا الطرف تركيز الملح اللي اطوان اعلى من تركيز هذا الملح. وعلى فرض انه الماء انه الحاجز نصف النفوذ ما نفوذ للماء. النفوذ فقط للملح. او للمنحلات. فاللي هيصير مع الوقت انه الملح او جزيئات الاوزمولايت حد انتشر من المنطقة اليسار والمنطقة اليمين ويتعادل تركيز على طرفي الغشاء. هذا ما نسميه ديفيوجن. بينما الشي المعاكس اللي بيصير انه لو فرض الاندي حاجز نصف نفوذ وهذا الحاجز بيسمح بحركة الماء فقط. بينما جزيئات ملح ما بمسبح لا تتحرك على طرفين الغشاء. وفي عندي تركيز الملح اعلى هون في عندي مثلا كمية اكبر من هذا الطرف. مع الوقت اللي هيصير انه الماء اللي هون حينتقل للطرف الثاني. هذا هو الاوزموزز لحتى يصير تركيز الملح على الطرفين المتعادل. اللي عم يصير هو انه الماء عم ينتقل من منطقة اللي تركيزه فيها عالي للمنطقة اللي فيها تركيزه مخفض حتى يتعادل تركيز الماء على الطرفين. فهذا هو الاوزموزز. اه شو هو الاونكوتيك بريشر؟ صراحة الاونكوتيك بريشر هو اوزموزز اه ناتج عن الكولويدز الكولويدز والبروتينات. فلو انا عندي جزيئات بروتينات جزيئات كبيرة هي غالبا الالبومين موجودة على طرف الغشاء هذا. الاوزموزز الناتج عن بتسحب السوائل اللي عنده هده هو منسميه الاونكوتيك بريشر. كمية الضغط الناتج اللي بيسحب السوائل المتعلقة بالبروتينات بيسموها اجين اونكوتيك بريشر. هلأ مفهوم تاني الاوزمولاليتي والتونيسيتي. الاوزمولاليتي هو عدد المنحلات الموجودة بسائل ما. بس هاي المنحلات عادة ممكن تكون تعبر الحجاء الحاجز الخلوي مثلا اذا عم نحكي عن حاجز خلوي. وتتوزع بشكل متساوية عالطرفين وبالتالي ما بتقود ما بتسبب حركة السوائل لانه هي اصلا توزعت على طرفي الغشاء بشكل متعادل بينما في بعض الجزيئات بتتجمع على طرف الغشاء الاول وما بتكون موجودة على طرف الغشاء التاني وبتعمل اوزموتيك موفمت للفلوين. فهاي بيسموها الاوزمولاليتي وهي بنسميها التونيسيتي التأترية الاوزمولاليتي بالمناسبة هي الحلولية بالعربي والتونيسيتي هي التأترية. فشو هي مجموعة المنحلات الموجودة على طرف الغشاء وبتسحب السوائل بتعمل اوزموتيك بتشد السوائل اللي عندها هي التونيسيتي. فالجزيئات او المنحلات اللي ما بتعبر الغشاء هي فقط بتعمل التونيسيتي. الاوزمولاليتي بتقيس كل الموجودات على فرض مثلا نحن طبعا بيرجع لمحاضرة الصوديوم حكينا عن الموضوع بالتفصيل. مثلا الصوديوم على طرف الغشاء خارج الخلوي من الطرف الخارج الخلائي تركيزه اعلى من طرف داخل الخلائي وبالتالي بيعمل اوزموتيك. بينما اليورية اليورية بتنتشر على طرفي الاشاء الخلوي بشكل متعادل وبالتالي ما لا افكتيب اوزمولاليتي. لذلك بكتير معادلات بحسبوا الافكتيب اوزمولاليتي او تونيسيتي بيشيروا منها اليورية. فعودة للسوائل للأحياز للجسم في عند الحيز ذاخل الوعائي في عند الحيز الخلالي انترستيشل في عند الحيز ذاخل الخلوي. فعمليا جسم الانسان البالغ تقريبا في حوالي ستين بالمية منه سوائل. هذا الحكي عند الذكر البالغ. بالمقابل عند الانثى البالغة بيكون حوالي خمسة وخمسين بالمية فقط ما. السبب انه في عند نسيج شحمي اعلى والنسيج الشحمي كمية الماء في اقل. هاي النسبة ستين بالمية وخمسة وستين بالمية تتعلق بذكر بالغة وانثى بالغة. بينما لو قلنا بالاطفال هاي النسبة ستكون اعلى بتوصل لخمسة وسبعين بالمية بعض الاطفال. حسب العمر. لو قلنا بالي لو قلنا ايلدر اللي كبار بالسن ذكره وانثى ممكن هاي النسبة تنزل لخمسين بالمية او حتى خمسة واربعين بالمية حسب العمر حسب درجة الماء الموجودة. فهذا السائل اللي هو ستين بالمية من وجه الجسم. هذا بين اسم بتوزع بي اه على فالفرض انحنا عم نحكي بهذا اه النسان البالغ اللي هو سبعين كيلو. هيكون في اتنين واربعين لتر. اتنين واربعين لتر هو التوتال بدي بوتر تبع و ستين بالمية. فات ماناتوا انش IV لتر منم اللي هي تلتين موجودة بالحي الز داخلي الخلوي انتراسيلولار. بينما تلتهم اللي هو اربع اللي هو موجود بالإكسرا سيليولر اللي هي الحيز الخلالي والحيز داخل الوعائي معنا. الحيز الخلالي الانترستيشي الفلويد هو بعادة لترباع الاكسرا سيليولر. تلترباع الحيز خارج الوعائي. فمن الأصل 14 لتر في عندي 10 ونص لتر متوزعة بالبلازما. بينما الحيز داخل الانترا باسكولر فوليوم هو فقط ربع الـ ECF اللي هو 3 ونص لتر أو 3 لتر هو حجم البلازما. طيب حجم الدم هو 5 لتر. من الأجول للترين الثانيات. للترين الثانيات هن الهيموب البلازما بالأخيري بيطلع معي حوالي 3 لتر ويضيفوا عليهم للترين دم لترين كريات حمر. فبصير حجم الدم الكلية 5 لتر. شو اللي بيخلي الصوديوم أعلى والبوتاسيوم أعلى داخل الخلايا والصوديوم أعلى خارج الخلايا وهي المضخرة. مضخرة الـ ATPase اللي هي بتطرح الصوديوم خارج وبتخلي البوتاسيوم يرجع داخل. فكلما صار في خلل بالتركيز بترجع بالضبط وبالتالي الصوديوم خارجاً بالداخل والبوتاسيوم بالداخل. هذا مخطط مرة تاني للحياز الثلاثة عند الـ Intervascular اللي فيه كريات حمر وفيه صوديوم وغير منحلات وفيه البروتينات. هلا هذا الحاجز الخلاوي بيكون ما بيكون نفوز تماماً للصوديوم. جزيئات الصوديوم بتنتشر فيه بالطرفين بالحيز الـ Intervascular و Interstitial بنفس التركيز. بأنه بتوصل لداخل الخلايا ما بيكون تركيزه أقل بكتير. هذا الحاجز ما بيمنع دخوله الصوديوم عملياً. تركيز الصوديوم خارج الخلايا أعلى من تركيزه داخل الخلايا. خارج الخلايا تركيزه 135-140. داخل الخلايا تركيزه 3-5 تقريباً أو حوالي 500 ميك باللتر. بينما البروتينات الألبومين بالذات تركيزه أعلى بالحيز داخل الـ Intervascular. بيعبر الغشاء. الغشاء هذا معنو 100% غير البروتينات بيعبر بس بكمية قليلة جداً وبالتالي تركيزه بيكون بالحيز خلالي أقل من تركيزه بالحيز داخل الأوعية. وبالتالي هذا السبب انو البروتينات بتعمل Oncotic Pressure بتخلي السوائل بتحاول بتعاكس حركة السوائل لـ Interstitial. مرة ثانية حكيت الفكرة هي انو البلازمة هي 55% والهيماتروكليت هو البروتيات الحول هو 45% الناتون مع بعضهم يعمل خمسة لتر من الدم. في مفهوم تاني حابب ذكركم في انو الـ Dehydration نحن منطلقه ومنقول عن مرضى الـ Hypovolemia انو هنن Dehydrated وهذا الحكي مو صحيح. الـ Dehydration هو نقص الماء من الجسم. بينما الـ Volume Depletion هو نقص الحجم داخل الوعائي. نقص الماء يعني نقص الماء من كل الاحياز معاً. بيأثر على الحيز الخلوي والحيز الخلالي والحيز داخل الوعائي. تأثيره على الحيز داخل الوعائي قليل جداً صراحة انو توزع الماء حول الـ بتشوفوا قديش من كل لتر ماء في حوالي 80 مائل فقط موجودين بالحيز داخل الوعائي. مثل ما ان النسبة هي يعني من اصل لتر في تلتين من جوا الخلايا وفي تلتون خارج الخلايا ومن اصل التلت هذا في ربعهم فقط بالحيز داخل الوعائي. في لتر ماء فقط 80 مائل منه موجودين بالحيز الوعائي. فالـ Volume Depletion هو مفهوم مختلف عن الـ Dehydration. Dehydration الاعراض اللي تنذكر بكتب بتدائماً تخلط بيناتهم حقيقة. جزء منها هو Dehydration مثلا dry mouth وكدا. والجزء التأمل والـ Direct urine مثلا. الجزء الثاني هو Hypotension والTachycardia هي Volume Depletion ما هي Dehydration. في عندنا صار ثلاث مفاهيم في Hypovolemia في Dehydration ممكن نشتمعه مع بعض طبعاً أكيد. وفي Hypotension هو مفهوم ثالث ممكن نشتمعه الثلاثة مع بعض. الـ Hypovolemia هو الحجم داخل الوعائي والـ Dehydration هو الماء بكل الأحياز معنا. حكيت هاي الفكرة أنه كل لتر من الماء كل ما فقدنا لتر من الماء ففي فقط 80 ml من الماء يفقد من الحجم الحيز داخل الوعائي واللي هو يعني غير معتبر حقيقة. لحتى يصف هندي أعراض وعلامات هبوط الحجم البوليوم بيبليشن. لازم نفقد نصف لتر من الحيز داخل الوعائي لحتى أفقد نصف لتر من الحيز داخل الوعائي حساب الماء فقط. لازم المريض يكون dehydrated 6 لتر. لازم 6 لتر يضيعه لحتى نفقد نصف لتر من الحيز داخل الوعائي. لحتى أنا ضيع نصف لتر من الماء. الصوديوم بالجسم هيوصل لأكثر 170. فالمريض حيموت في الـ Hypernatremia بيكون أعراض. الـ Hypernatremia عنده أشد وأوضح من أعراض الـ Hypovolemia اللي حتتظهر بعدين أكيد. اللي بينظم الماء غير اللي بينظم الصوديوم. رجعوا لمحادثة الصوديوم حكينا عنها بالتفصيل. اللي بينظم الماء هي العطش والـ ADH وبينظم الهوليوم هنين الـ A الهرمونات الطارقة للصوديوم والـ AMP والهرمونات الحافظة للصوديوم هي الرأس اللي جملة الرأس يضافة للـ Adrenergic للـ Norepi. والـ ADH بيتفاعل بحالة نقص الحجم ربما فصلت كثير بهالم موضوع بحالة بمخاضرة نقص الصوديوم فارجعوا لها إذا حابين تتعمقوا أكثر. هلأ في حيز رابع موجود بالخلاء بالجسم هو بيسموه Transcellular Fluid. نحن حكينا عن Intravascular وحكينا عن Interstitial وحكينا عن Intracellular. هذا الحيز الرابع بيسموه Transcellular Fluid اللي هو أي سائل موجود بحيز مغطى بـ Epithelial Cells. في عندي فراغ الجسم فيه Epithelial Cells وفيه سائل الجواته في هذا Transcellular Fluid. هذا غالباً بيكون طبعاً أكيد تركيبه من الماء أعلى فيه إلكترولايت تختلف حسب وظيفته وحسب مكانه. من الأمثلة على هذا الحيز مثلاً الحي السائل الدماغي الشوكي. هذا يعتبر Transcellular Fluid. السينوفيال Fluid الحي السائل المفصلي. الأكوس هومر اللي هو الخلط المائي بالعين. الجي آي فلويد الجاسرين ترسيني الفلويد اللي هي العصارة المعيدية والمفرزات المعوية هي كلها يعتبر من Transcellular Fluids. اليورين مثلاً ممكن نعتبره البريلينف والإندولينف اللي هي بالأذن الروسطة الأذن الداخلية عفواً. البركاردية الفلويد كمان هذا من Transcellular Fluid. في عندي سائلين مهمين لأنه بيهموني بالمودامات لاحقاً الانترا بيرتوني الفلويد اللي بيعمل أسايتس لو الجمع والانترا بيرتوني الفلويد اللي بيعمل أسايتس. والانترا بلورال الفلويد اللي بيعمل أيضاً بيعمل تجمع اللي هي الانصباب الجنب اللي هو غابط الكلمة عني صراحةً. فهذا السائلين كلاهما مهمين بحالات فرط الحجم لأنه ربما الآلية نفسها وبيظاهروا سريرياً. هذا هو اللي حبيت أحكي عن هذا الجزء الرابع بالسلسلة السوائل هي توطئة للمحاضرة القادمة يتابعونا وإن شاء الله يرابتنا الإعجاب.